السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير أيها الأحباب ودي أتكلم بموضوع مهم شوي لأن للأسف يضيح حسنات الكثيرين أبيك تذكر أكثر المجالس اللي جلست فيها الأسبوع الماضي مثلا سواء الرجل في مجالس الرجال أو المرأة في مجالس النساء شنو أكثر حديثهم كثير من المجالس للأسف حديثهم عن الناس عن الآخرين قليل من يتكلم عن نفسه أغلب المجالس حتشهم عن الناس أحيانا حديثنا عن الناس من باب ضرب الأمثلة والقدوات الحسنة وكلام إيجابي حبه الناس اللي قاعدين يتكلم عنهم وهذا ما في أي مشكلة لكن في أحيان كثيرة للأسف الناس يتكلمون عن غيرهم فيما يكرهون وهذه هي الغيبة التي حذر الله منها بعض الناس يا جماعة ترى ما عنده شغل غير أن يراقب الناس ويفتش فيه أعمالهم وأقوالهم ويتكلم عنهم يا أخي أنت شعلك من البشر ترى أنا مو قاعد أتكلم عن الأمر بالمعروف أنه هي عن المنكر وقواعده والنصيحة وآدابه هذا موضوع ثاني أتكلم عن الإنسان اللي ما عنده شغل اللي يشوف الناس حتى لو في إنسان أخطأ ونصحته وما استجاب للنصيحة يا أخي اتركه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعض الحريم مصيبة أنا أقول البعض ما عنده شغل غير فلانة وين راحت وين جئت شنو البست شنو كلت تزوجت تطلقت شنو ما في شغل وعلشان ما يزعلون الحريم ترى حتى بعض الرجال للأسف هذا شغلة قاعد يغتاب فلان ويتكلم على فلان وينم بفلان يا أخي عيب امسك عليك رسالة صحيح أننا مطالبون بنصح الناس وتحذيرهم من الشر ودلالتهم على الخير لكن يوم القيامة راح تبعث وحدك وما راح انفعك إلا إيمانك وعملك الصالح وأخلاقك ختاما يا أحباب تصبحون على خير وليلة سعيدة بإذن الله ولا تنسون قبل النوم أذكار النوم نلقاكم غدا إن شاء الله